يعني لو في سيدة وسيدات متأكدة وعلى يقين أن زوجها بيخونها وبصفة مستمرة هل من حقها أن هي تفتش وراء وتبحث ولا؟ لا مش من حقها أن أتفتش وراء أغلب ما عرض علينا أنا في الحدوثة دي من هو أنا متأكدة أديري خمسين سنة وأنا بيعرض علي حاجات أنا متأكدة دي 99% من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع ولا في توثيق القانون ولا في توثيق الاجتماع البشري مما يؤكد أنا متأكدة أنه هو عامل كده ليه؟ أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في سيابه ودي معناتها إيه؟ واحد حضنوا ولا كده إلى آخره ليه الواحد دي تبقى وحده وأنه هو يعني لما حضنوا وانتقل لا أصل أنا لي قرون استشعار وأعرف الحاجات دي كل هذا الكلام كلام من تلبيس إبليس أفرأيت الشمس فعلى مثلها فشت أما إن إحنا نرتب يعني إيه؟ أنا متأكد ربنا علمنا وربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أن جريمة زي جريمة الزنا لابد أن يشهد عليها لشدة عقوبتها وبلائها على المجتمع أربع طيب لو شهد تلاتا شهده شفوا بعينهم متأكدين ما ينفعش يعني بيقول لنا إيه؟ عايز يعلمنا إيه؟ عايز يعلمنا أن إحنا نختش شوي طيب والتلاتة كذبين لو نطقوا أمام القاضي وجاء الرابع فأخلف هنعتبرهم كذبين بالرغم على فكرة بني وبينك وبني وبينكم هو وقع فعلا لكن مع وقوعه فعلا ده إلا إنه في الشهود عليه يبا إذن دي مسألة تانية دي ده بربنا تربية ما هو يقول لك رباه ربه ما شوفه وربنا أراد إيه؟ أراد إن إحنا لا نهرف بما لا نعرف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إحنا فورطة كبيرة لما نترك هذا النور الذي وهبنا الله إياه فنتخبط في الحياة الدولة طيب أنا واحدة أنا هعمل من سؤالك سؤال تاني يا بتقول لي أنا متأكدة متأكدة أروح ولا ما أروحش بقى أتجسس لا ما تتجسسيش لأن التأكد بتاعك ده إنما هو الحاح غبي من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصير وبيزينها لك بما توارد من شواهد جعل قلبك كله بيغلي ونار فبنقول لك لا فوتي على الشيطان هذا واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم برضو في تسعة وتسعين في المية من الحالات من كل مية لما تستعيذي بيروح هذا الضغط علشان تعرفي إنه ده من الشيطان الرجيم فهولد سؤال من سؤالك بيقول إيه السؤال بقى بيقول طيب أنا مش مش متأكدة ده أنا شفت فعلا ده أنا شفت فعلا أنت بتقول لنا ما تشوفوش طيب أنا كنت شفت دخلت ولاقيت صاحبنا ماهاش تمام أو صاحبتنا ماهاش تمام زي الراجل اللي خالف سيدنا فوقع في المكان هذه مصيبة كبيرة مين اللي غلطان فيها بقى هو هذا الإنسان ولا هذي الإنسان والإنسان في لغة العرب الزاكر والأنسة إنسان ولا إنت اللي إنت روحت فتحت الموبايل وشوفتيه بقى هو في الحقيقة إنت لأن إنت اللي ضرت نفسك طيب أعمل إيه بقى موجود جاهز طيب هنقدر عليه ما عرفش ما إحنا وقعنا في مصيبة ما إحناش عارفين نخرج منها إزاي فعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هتعرف يطع فيه أيها هقاون وهعفو لغاية أخر النهار لغاية أخر النهار ويجي قالب علي فقاوم نفسي في الليل إيه الهم التقيل ده كله ده من بداية المعصية طيب لو حد عرف يعفو ويصفح زي ما ربنا قال لنا واعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هنعمل إيه ده يبقى من كبار أولياء الله الصالحين طيب هو إحنا من كبار أولياء الله الصالحين واضح كده نلأ يعني واضح إن إحنا لسه ما وصلناش إلى مرتبة كبار القوم دول اللي هو يمسك الدنيا في يده ولا تكون في قلبه علشان يبقى زي ولعت النار كده يعني أنت بتقول لنا انطنش مش أنا اللي قلت طنش ولا ما انطنش عشان ما تقودنيش حاجة أنا ما قلتهاش أنا اللي قلته قوله تعالى فاعفو واصفحو طبق بقى يا أستاذ أيها الإنسان أنا مليش دعوه بس ربنا بيقول لنا كده إحنا بنقول نور الدين طب ما هو نور الدين أهو فاعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شي قدير فا ينبغي علينا ألا نقع في تلك الورطات لأن ساعات ما بيبقى لهاش حل وساعات المدخل بتاعها ما بنعرفش نرجع منه فبتبقى بلوة يعني مقفولة من كل جانب ومين السبب؟ شهوة المعرفة الخبيثة ووسواس الشيطان الذي يدفعني للمخالفة في حد هنا تفضل تفضل